أول تعليق من رئيس الوزراء السويدي على حرق المصحف في ستوكهولم علق رئيس الوزراء السويدي أوليف كريسترسون اليوم الأحد على حدثة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد رجل متشدد وقال الرئيس الوزراء السويدي على صفحته تويتر إنما حدثه عمل غير محترم وأضاف حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون مناسب كما أعرب عن تعاطفه مع المسلمين وكانت سمحت الشرطة في السويد لزعيم حزب يمني بحرق نسخة من القرآن الكريم في شارع العاصمة ستوكهولم ووفقا لموقع روسيا اليوم آمل متطرف الدنمارك السويدي راسموس بلودان الذي يقود حزب مناهد للهجرة في الدنمارك بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية وقالت الشرطة في السويد إنها تسمح لزعيم حزب السياسي يميني متشدد بحرق النسخة من القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم لما دفع أنقرة لاستدعاء مبعوثها السويدي بسبب العمل الاستفزازي كما وصفته ترجمة نانسي قنقر